بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الاستراتيجية المنظور المالي ودأول المنظورات الأربعة المقياس المتوازن للأداء المنظور المالي في هذا المنظور يجب الإجابة على التساؤل التالي ما الذي يجب جلبه للمساهمين إيه اللي نقدر نعمله للمساهمين تحقيق الربح وتحسين معدلات الأداء المالي مثل القيمة الاقتصادية المضافة أو معدل دوران الأصول هامش الربح على المبيعات إرادات المبيعات معدل العائد على الاستثمار كل هذه أهداف تسعى إليها إدارة المنشآة حيث أنها الهدف الأساسي لأي منشآة اقتصادية وهو ما يطابق نظرية الشركة Theory of the firm والتي تفترض أن الهدف الاقتصادي للمنشآة Customer perspective وفي هذا المنظور يجب الإجابة على التساؤل التالي ما الذي يجب تحقيقه للعميل في هذا المنظور تظهر أهمية المقاييز غير المالية حيث أن تحقيق ردى العملاء في الأجل الطويل أهم بكثير للمشاه من مجرد تحقيق ربح في الأجل القصير لأن الأول هو الذي يحقق الأخير ويدعم استمراره وتحسينه ومن العوامل الأساسية في هذا المنظور جودة المنتج أو خدمة ما بعد البيع تقليل أو اختصار وقت التسليم وزيادة ردى العميل ولكي يتحقق ردى العميل فإنه يجب الاهتمام بثلاثة عناصر أساسية هي سعر المنتج أو الخدمة الوظائف التي يمكن أن يؤديها المنتج جودة المنتج الكواليتي ترجمة نانسي قنقر